موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة الأخوة الإعلاميين الضيوف الكرام محدثتكم دعاء الحمادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بداية نترحب بكم في فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 والمقامة تحت الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي الحضور الكريم بعد النجاح الذي حققته القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتيها السابقتين بهدف تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر وكان من أبرز مخرجاتها إطلاق المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر بمختلف محاورها وإبرام العديد من الشراكات على المستوى المحلي والإقليمي وأيضاً العالمي تهدف الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 إلى مواصلة الزخم وتفعيل توصيات المؤتمر العالمي لتغير المناخ في باريس كوب 21 تحت شعار رئيسي جديد دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي ضيوفنا الكرام والآن نبدأ فعاليات اليوم بكلمة معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرني في البداية نعرب عن خالص شكري وتغديري لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركائها على جهودهم في تنظيم هذه الدورة الثالثة والجديدة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث تمثل القمة ركيزة أساسية في العمل الدولي نحو نشر مفاهيم الاقتصاد الأخضر على أوسع نطاق ممكن وتسريع وطيرة التحول لهذا النهج الحضور الكريم حضيت العلاقة المتوازنة بين التنمية والبيئة في الإمارات العربية المتحدة على اهتمام بالغ ومبكر من قيادتنا الرشيدة وشكل مبدأ إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الشاملة ركيزة أساسية في سياساتنا التنموية غير أن تسارع وطيرة التنمية الشاملة أفرزت مجموعة من التابعات على البيئة عملنا على معالجتها من خلال تقوية الأطر التشريعية والمؤسسية وانتهاج حزمة مهمة من السياسات المتناسقة كسياسة تنويع مصادر الدخل وتنويع مصادر الطاقة والنقل المستدام والعمار الخضراء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وجاءت استراتيجية لإمارات التنمية الخضراء والتي أطلقها سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة لتمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة وتركز الاستراتيجية على بناء اقتصاد عالي الانتاجية مبنية على الاستكار وعلى المعرفة ويتسم بالمرونة والتنوع والاستدامة وفقاً لرؤية الإمارات عشرين وواحد وعشرين ليعزز بذلك قدرتها التنافسية وأمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة والصمود في وجه التحديات المستقبلية الحضور الكريم نحن نؤمن أن تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون لا يقع على آثق القطاع الحكومي فقط بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائع المجتمع والمعنيين بمجال التنمية في القطاعين الحكومي والخاص كما ندرك بأن جزءاً رئيساً من عملية التطوير والتقدم وقيادتها يقع على آثق الجهات الحكومية ولذلك فقد عملت مؤسساتنا الحكومية على تنسيق جهودها من أجل وضع الأسس اللازمة لتيسير هذه العملية وضمان نجاحها وتمنت في هذا السياق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات وبالتزامن مع رفع مستوى الوعي بينهج الاقتصاد الأخضر وعلى كافة المستويات وبناء القدرات وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام فقد تمكننا من إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل ونجحت هذه السياسة في خفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي إلى 30% وحرصنا على تنويع مصادر الطاقة من خلال تبني خيارات الطاقة المتجددة والنظيفة والنووية السلمية وزيارة نسبتها في مزيج الطاقة إلى 27% بحلول عام 2021 وفقا لأجندتنا الوطنية وقام مجلس الوزراء الموقر مؤخرا باعتماد آلية تنفيذ استراتيجية لإمارات التنمية الخضراء والبرامج المقترحة لمرحلة قيادة التحول ومرحلة التمكين واطلاق الاستراتيجية الوطنية الابتكار والتي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول أكثر ابتكارا على المستوى العالمي بحلول عام 2021 كما حرصت الحكومة على تشجيع فرص الاستثمار في المشاريع الخضراء من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة تشريعيا وتنظيما وإدارة وود نشير في هذا السياق إلى استضافتنا للاجتماع الرابع عشر للطاولة المستديرة المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي سيعقد بدبي خلال الربع الأخير من هذا الشهر برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشدان مكتوم ولي أهد دبي تحت شعار تمويل استدامة في سياق الاقتصاد الإسلامي وعلى وعلى ذلك عملنا على تعزيز مبادرات الشراكة بين الخطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية ذات الصلة وتطوير مجموعة من الشرارات الوطنية الخاصة بحوكمة المشاريع الخضراء وقياس مدى التقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وستواصل دولة إمارات العمل في المرحلة القادمة على تعزيز النهج التشاركي الواسع وبعيد المدى مستندين في ذلك إلى توجهات الحكيمة وقيالتنا الرشيدة وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر والصادر مؤخراً بإنشاء مجلس الإمارات التغير مناخ البية والذي سيتولى من بين أمور أخرى تنسيق جهود الخطاعين الحكومي الخاص لتيسير عملية التحول وضمان نجاحها الحضور الكريم يواجه العالم اليوم مجموعة من الاستحقاغات يمثلها وأهمها أهداف التنمية المستدامة 20-30 واتفاق باريس بشأن التغير مناخي وبنظر إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداء مهمة للوفاء بتلك الاستحقاغات فأننا نؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية من أجل تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على النطاق العالمي وفق المبادئ والاعتبارات التي تضمنتها وثيقة المستقبل الذي نصب إليه والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو بلاس 20 في عام 2012 وكلنا ثقة بأن هذه المنصة العالمية ستشكل مساهمة مهمة في هذا الجانب ونحن نجد التأكيد على ترحيبنا ومشاركة تجربتنا في مجال الاستدامة بشكل عام والاقتصاد الأخضر بشكل خاص مع جميع دول العالم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر معالي الدكتور ثان الزيودي على كلمته القيمة شكرا لك والآن أتوجه بدعوة سعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا فليتفضل مشكورة حسناً عيدا في أجل المنزلة ومعهم الولد في الوغربيات التجربة والسلام عليكم والإعطاء كلمة الوغربيات التجربة والإعطاء اللي غير مهمة في يوم المعارضة و أشكرا إلى العالم والإعطاء الله البلاد والإعطاء الحيط Kadir والإعطاء الدولية والعليم والإعطاء الله . I am delighted to see that the World Green Economy Summit is confidently moving ahead in advancing the green economy and the sustainability agenda as reflected in the rich and ambitious programme of this year's Summit, which continues to grow year on year Through the vision of the World Green Economy Summit Dubai is making clear to the world that it is أنها هي أجتماعيية الآن، بأنها هي غير المجلوبة عاملة والإنسان الحصول لتسجيل عام الأولى. هي تجعله في إكتبار السحفات المكتبين لها أجهدية المستقبلة تجعلية أجهزة القرص في المناطق المناطقين لتواجهة لتعجيل موضوع إلى المناطقين لتعلمي إلى المناطقين إلى المناطقين لتجهدية. يمكنك ان الهتراض من البلد سنلجير في مقانين 80 بلدين يوم العالم بالنسبة الهتراضة للجميع العالم بالنسبة للحاجة وانتي لنشارك في مقالات العربية with severe consequences for the climate for the future. The challenge for the sustainable future for us will be how to meet energy and resource demand that is growing exponentially in a sustainable way that can keep the world on a safe trajectory for climate. IRENA believes that these challenges present us with an immense opportunity. By doubling the share of renewables in the global energy mix to 36% by 2030 according to our scenario studies we believe that we can provide half of the CO2 emissions reductions required to meet the targets established in the Paris Agreement and coupling this with the increase in energy efficiency measures can take us to a target of remaining below 400 parts per million of carbon Achieving this target is both technically feasible and economically viable today and Dubai is providing the example of how this can be done Renewable energy costs have fallen drastically in the last decade Solar PV module costs have decreased by as much as 80% since 2009 and costs will only continue to fall The cost reduction potential up until 2025 is a further 60% for solar PV according to our studies The UAE has been a pioneer in this trend The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park has set year-on-year records for the lowest cost bids Most recently with a US $299 cent kilowatt hour tender in May Another world record for Dubai As a result, renewable power capacity has accounted for more than half of capacity additions in the global power sector since 2011 and grew 8.3% in 2015 The highest rate ever A record $286 billion US dollars were invested in renewables in 2015 with $276 million in the off-grid solar sector which was a 15-fold increase in only four years Renewable energy is also a source of growth Doubling the share of renewables in the global energy mix could increase global GDP In 2030, in our view, by US$1.3 trillion The renewable energy sector already supports 8.1 million jobs in 2015 and this figure could rise to more than 24 million by 2030 if we are successful in our doubling target While we are on the right path Under current projections, the share of renewable energy will increase to only 21% by 2030 That's a business-as-usual scenario To realize the potential of renewables by 2030 Global annual investment would need to be scaled up An annual average of US$900 billion between 2021 and 2030 In order to close the investment gap Private sector-driven solutions Both on-grid and off-grid will have to take on an even greater role and drive renewable energy deployment to the next level This summit recognizes this important challenge through its timely focus on green finance and public sector, public-private partnerships and I know that we are going to hear some very exciting announcements in the course of this summit that will give us a real concrete vision of how this is achievable The policies, technologies and business models required to power our green economy are available today As exemplified by Dubai With the right incentives in place, markets can accelerate the energy transition that is already underway International cooperation, as reflected in IRENA's mandate and work also plays a positive role by sharing best practices and providing real examples IRENA, with the committed partners such as the United Arab Emirates, will continue to strengthen international cooperation to realize a sustainable energy future for all I am confident that this summit in Dubai will reinforce our determination towards achieving this goal and I look forward to the interesting discussions ahead Thank you very much His highness and distinguished guests, good morning It's a great honor for me to be here today to be participating with the World Green Economy Summit بيضا، وبدأ إلى أن تتعدى في وهي ممارسة constitution وممارسة بحacer بأن سمارة جديدة فإن أتمن الناحيات السامحة مما يتحدث عن هذه مستوى من الأمر، وبدأ إلى المتحدث عن من الضوء و Toyota تريد أن تصريح القرارة ، وممتط البنية والتعلم، سيديم الى المنزل وحديث حرجه، للمخلص لمدة المعدة لنحفق البنية بالطف économique وكانا مجددا من النوع من الوقت. لكن مملكة جزيرة جزيرة لمدة أمامنا أنه تزاله أكثر من أولاً لكم ترسل الأرض حتى تنظر الأرض إذا كنت تقلق السلطة وانتك في شعور الأمامة ومعيّة قدراني أمام ومعيّة أمام المدينة أمام سلطة تحرير في أمامها وأيما ترميها عادة جميعاً في المكان من يبدو أن يبدو نظيف الصادر ويبدو عندما في المكان لأخير في أمكان الأرض ويجب أن نرى كل موقع في المكان لأخير بكل تجربح تجربة ويبدو لأنني أردت إلى المكان ويبدو أنني أخيراً في المكان هذه هي نظري ما تجربت الفيديو الأول هو أكبر ملتك بشكل كبير أوليك أكبر أجل أن أخبره دائماً لديك أكبر أكبر ملتك بشكل كبير و وإن أراده بما يتحدث الانتقار إلى البلوية ويبدأ نبداً في هذه المملكة في حياتك أكبر مجدد هذا الكبير يكون هناك ثم ثم نبداً بلوية ويهي إلى نفس التعبير أمضي جيدا في دبيا وحتيت تجربة تباهمين وحتيت تظهر كبير باستغرار من القومي يقرر الأمسفر كما ترى في هذه التشكلة كبير بحقاية تحت تلك في الجهة انتظرنا على الأسفر مناسبة المتابعة في طرقنا ويظهر بكثيراً ويظهر بكثيراً أكثر من رائع حتماً سأشهر بالنسبة للمشاهدة هذا الغمان في العربية، فيه في الغمان سورمز، سيارة باريخ، تظهر المغربية، فيما في مستمراك الداخل، في البتاعة للصور السيناء. فى الغمان الملون والمتولى للأربية، في السفر بها ولتنقوا بهذا العهد، عموا فرنوا بهذا الممارك ومن، حل سبيل عدد سبيل أصدد من دائما إنه مكاني يقابي وكتب أن أتحدث في أشخاص سيكون ديباي هناك وهذا أظن إلى أحد الأن المظخصي العديد من الفلاة الأن الأشخاص التي تحرق فيه نمج الى العالم يعني التشميع للرسلة العامية إنه مظل رائعة على إسترانات الأشخاص من الفلاة ومن هناك ترسلوا الى الواياهات في التالي وكيف ترسلوا الى الواياهات في دبي وبدأبو دبي في الموسكى من المحلل فهي ترسلوا الى الانتالي ومعنا نظر الى الى الهاتف يترسلوا الى الهاتف في عام 1968 عندما نقوم بلايهات الأرض ومعنا نظر إلى الهاتف وهذا امن من الموضوع الأراضي الصلاحة التي أخبرت فيها وهذا الموجوده الاسم يقضل لأراضي والاسترانات الأراضي قدق في الأراضي ويسعدوا بجراء أجراء الموجودة وأطربي الأرض ترزيب من من الموقف ونسبب للأراضي الاسم وعبدوا حقة سألنها يقدمون الشعبي الأرض ويقام بشكل ملعباً بشكل ملعباً والمغارب في مدرسة المدرسة من 15000 كمم تأخذ هذا هو المشكلة الاجتماعات الأول ويقام بشكل ملعباً ويقام بشكل ملعباً ويبدأت تصبح بعض المشكلات المتحدة في الحلقة السيارة أموان Dewطة وثربتني مرتفع إلى أين نفسه أما الأول民ظم أموانات بشكلتما كامل كامل من المترجم تلك النظر تشريو كردد ل milestones أمواناتين على كل مرة أموانا من الم일ة، اهل تشري حدث Luke مثل امي مثل من سهارات القدرة وكالات المترجم بالقلق إلى إلى النتائل صحيح من المحل الناس والأرض للمقارات الأولى في السنة أعتقد أنت تغير المنزلة من المددورة المكتبات من المنزلة كما تعرفنا من المنزلة التي تصدر من المنزلة تقتل حول كم نانزلة فقد تقوم بتكلم نظر وتقوم بوضع مددورة ويقوم بلدء مددورة ما في المنزلة تعلم أن تكون مددورة كما ترانيين ترى رنزتك العالم من الموسيقى كمينة الفورة توجد مزير مفرنور على المسارات تنظر اللعي aura صغيرة كمينة الأبات التي فيتغل من الموسيقى وعندما عدد الفورة في نفس المزيدة كانت هذه المشكلة وأيضاً بالمسبةح الأمريكي ترى رنزتك العالم من الموسيقى كمينة فقط وكذلك خطيرة من منطقة عرب الانترجمة و هذا يترك ربما ماهر في الشارعة ما فقط تقديم الانتر جميع لقد محدد تقديم الانتظر بالأمر ما في أيها البزيبوكةرب هذا الى مداشرا في مدانسكير، ويعمل هذا الجسم بالأمر وهو مجددا لعيش في المشروع الأساسي وخلال بعض المشروعات تقنقية ومن تدطبع هذه المشروع الأساسي ويحالتها لدى العالم الأول على الآلات الموجودة ملمش في الأرض هذه الرباحات التي تنظرها الأساسي هذه الرباحات الأساسي تتغير ملتسح البيتبع ويساني قلت عبر إلى مددد ولكنها لا يمكنه لذلك لأن المساعدة الآن الناس وبيوته يملكون من السلطف فقط 300 ممز على الأرض من المساعدة في العربة على ستجل إنه مرحباً مرحباً من المملكة وستطيع أن يتحدث الكثير من الناس بيش أنه لا يمكنك الناس من 300 مملكة من 15,000 مملكة تستطيع أن نعيد عن الحياة أن نعيش في الحياة أن نعيش فيها but you can start to see the world as a global entity. From 375,000 kilometers away from the moon, the earth looks like a blue ball floating in the blackness of space. And from half a million kilometers away, it looks like a small blue ball, and you can see the moon as well in this image. From 200 million kilometers away, this is the view of the earth from the surface of Mars. And from Mars, from this distance, earth is nothing more than a small blue faint light, like a blue star in the night sky on Mars. And from over a billion kilometers away, this is a view of the earth. And this is taken from a spacecraft out beyond Saturn. And again, the earth, just in the background of this picture, it's just a faint, faint dot. So you see, the planet we live on is just a speck in our big universe. When I was a young boy, people would ask me what my favorite planet was. And I would frequently say, oh, I love Saturn. I thought Saturn had beautiful, beautiful rings to it. I also thought that the planet Mars was spectacular. I always dreamed of a young boy of there being life forms on the planet Mars. But my perspective has changed from being in space. Today, when people ask me what my favorite planet is, there's only one answer to that question. And that is planet Earth. We have only one Earth here. And from the perspective of space, you see how fragile it is and how we all need to take better care of this planet. Another perspective change for me from being in space, I grew up in Cleveland, Ohio, in the northern United States. And I used to tell people, I'm from Cleveland. I'm from Ohio. And that is how I related to my place in the world. Today, when people ask me where I'm from, I tell them, I'm from Earth. And it doesn't matter to me what your religion is, what country you live in, what continent you live on. We are all citizens of planet Earth here. We have one spacecraft called planet Earth. And I think all of us around this planet have a great need and responsibility to take good care of our planet. So I salute the great work that's being done today here at the World Green Economy Summit. and I have great confidence and great hope for our next generation in the future. Thank you all very much. We thank you all very much. And now I invite Mr. Beeman Al-Awadhi to the website to provide the information about the world's partnerships to the universities to support the international community on the solar decathlon, solar decathlon, so that you are grateful. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. The Solar Decathlon is an international competition in which universities from around the world meet to design, build, and operate a solar powerhouse. The Solar Decathlon Middle East 2018 organizational goal is to contribute to the knowledge of solar and sustainable housing. It has three key objectives. To raise awareness of the students, to educate the general public, and to clearly demonstrate that high-performance solar homes can be affordable, attractive, and comfortable. SDME offers our youth a unique opportunity to be a part of a change that's going to affect every single generation from here onwards. They will learn teamwork. They will learn communication skills. and they will learn collaboration. More importantly, they will learn to co-exist with fellow global citizens in one neighborhood. Now, that's a lesson in social sustainability for all of us here. A project of this magnitude naturally requires a leader, maybe a father figure. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to introduce the man who created the Solar Decathlon and has been its director and biggest supporter for the last 15 years, Mr. Richard King. Thank you, and good morning. During my 30-year career at the U.S. Department of Energy, two accomplishments stand out. The development of the solar cell, which led to the second, the creation of the Solar Decathlon. My first responsibility was to further develop solar technology and commercialize it as fast as possible. I led an R&D team in the 1980s and 90s that improved the reliability and performance of solar technology threefold. We believed that converting sunlight into electricity was the greatest invention of the 20th century. but that won't come true unless people use it. To help create a market for residential systems, I applied what I learned early in life, that two heads are better than one. And in this case, since I'm a physicist, I knew an architect would benefit immensely. We were soon looking for additional brain power, a lot of brain power. in response, I created a competition to recruit hundreds of motivated, creative minds with the goal of convincing people that solar electricity is the best way to power our lives. It worked beyond expectation. We soon grew to include over 2,000 architects, designers, engineers, innovators, and product developers. we became the power of 2,000. And the beautiful, innovative houses they built attracted thousands of visitors. The very first competition was held in the National Mall in Washington, D.C. We held five events on the National Mall. The Solar Decathlon is a two-year project that requires university students to design and build full-scale houses. This is Team Maryland. Team New Jersey used low-carbon concrete for their house in 2011. And these houses are beautiful inside and out. Stanford University, Team Austria, which won in 2013. Teams of 100 students, faculty, professionals worked together to assemble the houses in a central village where the competition takes place. The houses are open to the public and decathletes give tours during the competition to thousands of students. The houses are evaluated and points scored in 10 contests. Juries evaluate design excellence. Instrumentation is used to measure the performance of the houses. The Solar Decathlon has been very successful and since we started started in 2002, it's helped educate 130 collegiate teams, nearly 20,000 students. And it has expanded to Europe, China, and Latin America. Here in Europe in 2010, in Madrid, in Madrid in 2012, in China in 2013 where 250,000 people lined up for hours to see these houses. and we were on Versailles and France in 2014 and most recently in Latin America and Cali, Colombia for a South American event. And now, in the Middle East, right here in Dubai, we're honored to be part of this important summit and will do our part to help drive the global green economy. The Solar Decathlon is designed to develop leaders who want to be in the driver's seat, smart, innovative, creative people who can drive the innovation and lead the way. The Solar Decathlon helps educate consumers who can fuel the green economic engine with their purchase power. And the Solar Decathlon invites university teams from every part of the globe to join in. Now, we sent out an invitation for this hard-driving competition in June. The university teams you are about to meet spent four months writing a detailed proposal how they would design and build a house, the best, most sustainable, solar-powered house ever built. Only half would be selected, so the competition was intense and the stakes high. And the prize money is substantial, 10 million AED equivalent to 2.5 million dollars. I am more than excited. the first of anything so big and so important is sure to be historic. In closing, I want to commend His Excellency Altair, Managing Director of Diwa, and Mr. Waleed Salman for their generosity and vision in initiating this first Solar Decathlon Middle East. Please come to our booth in the Solar Show and we have a session tomorrow to learn more if you want to at 12 noon. So with that, thank you very much. نشكر السيد ريتشارد كينغ على كلمته القيمة Thank you. أستاذ الحضور والآن مع عرض مرئي عن المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية Solar Decathlon متابعة طيبة. في إمارة مشرقة لا تعرف حدا للطموح أخذنا على عاتقنا في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نجعل منها نموذجا للاستدامة والذكاء يلهم العالم بأسره ولأن رؤيتنا الآن هي واقع الغد نعيش الحاضر وأعيننا على مستقبل أخضر ونعمل جنبا إلى جنب مع كل من يشاركنا الرؤى لتحقيق هذا الهدف لذا شرعنا في طرح المبادرات الذكية والمستدامة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية ومبادرة شمس دبي وغيرها من المشاريع الصديقة للبيئة ولأننا نؤمن بدور أجيال اليوم في الاستدامة نقدم لهم فرصة للمشاركة في مسابقة الجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط حيث سيتنافس 22 فريقا جامعيا عالميا في دبي على تصميم بيت مستدام يعتمد على الطاقة الشمسية هذه المسابقة التي بدأت عام 2002 تصل اليوم ولأول مرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يقيم المتنافسون في هذه المسابقة وفقا لعشرة منافسات وهي التصميم المعماري الهندسة والبناء إدارة الطاقة معايير الراحة كفاءة أداء الأجهزة المنزلية النقل المستدام التواصل المساحات الخضراء الابتكار والاستدامة كما ستقدم جوائز قيمتها عشرة ملايين درهم إماراتي للفائزين وستشهد المسابقة حضورا واسعا للأكاديميين والمستثمرين والمهتمين في مجال الاستدامة بينما سيواجه الطلاب المشاركون تحديات تدفعهم للابتكار في إنشاء بيوت مستدامة قادرة على التكيف مع مناخ المنطقة وبذلك نكون في هيئة كهرباء ومياه دبي قد خطونا خطوة جديدة في طريق تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر أهلا بكم في مسابقة الجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط الفين وثمانية عشر حضورنا الكريم والآن مع تقديم الفرق المشاركة في المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية سولر دي كاثلور مع زميل بيمان فليتفضل جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الإمارات العربية المتحدة الجامعة الأمريكية في دبي الإمارات العربية المتحدة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة جامعة المدينة جامعة دفار أومان الجامعة الدفاع الأمريكية خيزة كامعة أيندHOفين للتكنولوجيا،wrیند الجامعة الدفاع التي الدفاع التكنولوجياات أيندHOفين لتكنولوجيا،CHE TRT جامعة جابرييل دانونسيو كيتي بيسكارا إيطاليا جابرييل دانونسيو يونيورسيتي اف كيتي بيسكارا إيطالي جامعة هيريوت وات دبي الإمارات العربية المتحدة هيريوت وات يونيورسيتي دبي United Arab Emirates جامعة أيون مينكو للهندسة المعمارية رومانيا أيون مينكو يونيورسيتي اف اركتكتر ان اربانيزم رومانيا جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا اسلاميك سايينسيونيورسيتي اف ماليجا جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية جامعة الوطنية تشياو تونغ تايوان الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا باكستان جامعة نيويورك أبوظبي الإمارات العربية المتحدة نيويورك يونيورسيتي أبوظبي United Arab Emirates جامعة قطر 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 يونيورسيتي قطر جامعة سابينزا روما إيطاليا سابينزا يونيورسيتي اف روم إيطالي المعهد البترولي الإمارات العربية المتحدة الجامعة الأردنية الجامعة الأردنية ألوردن جامعة بلغراد سلبية جامعة بوردو فرنسا جامعة الشارقة الإمارات العربية المتحدة جامعة ولونغونغ أستراليا جامعة برجينيا تيك الولايات المتحدة الأمريكية أما الآن أتشرف بدعوة سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي والفريق المنظم للتفضل إلى المنصة لالتقاط الصورة الجماعية مع الفرق المشاركة في مسابقة سولار دي كاثلون وندعو أيضا سعادة هيلان كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتفضل بأخذ الصورة التذكارية وجميع المنظمين المسؤولين عن سولار دي كاثلون والآن أدعو السيد يفو دي بورف former executive security general UNFCCC Please welcome to the stage Your Excellencies, guests, ladies and gentlemen Good morning As was already said during the introduction I am a former executive secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change In fact, I have been working on sustainability related issues for probably about the past 30 years Representing the Dutch government and the European Union in the international climate change negotiations Four years working with the private sector on sustainability The past four years with the Global Green Growth Institute of which the United Arab Emirates is a member So I've been involved in sustainability from the perspective of government the private sector and non-governmental organizations And looking back on that time it strikes me just what an amazing year 2015 was from the perspective of international developments on sustainability What happened in 2015? Actually, three landmark events The first was a conference which happened in Addis Ababa in Ethiopia in June of 2015 on financing for development and it fundamentally changed the international debate on finance in some very important ways Whereas the international discussion on financing for development on achieving the Millennium Development Goals was in the past very much focused on aid, on development assistance as the main driver for international development That conference on financing for development brought a new realization that actually we need to focus critically on three areas The first is how does public policy need to be reshaped How does fiscal policy need to be reshaped in order to make innovation possible in the real economy? So what is the role of domestic policy, the role of fiscal policy, the role of government? Secondly, what is the role of the private sector? And how can we more significantly engage the private sector on sustainability? If you look just at the area of energy with which many of you are familiar you know that 80 to 85% of the investments on average globally actually come from the private sector So how can we engage the private sector more strongly on sustainability? And thirdly, what is the role of aid? What is the role of development cooperation as the lubricant in that international process towards development? So, Addis Ababa, June 2015, a fundamental change in the debate on financing for development And then a few months later, in New York, the Sustainable Development Goals were adopted We moved on from the Millennium Development Goals which had been mainly focused on development cooperation to a series of integrated sustainable development goals that apply not just to poor countries but to rich countries, to the private sector, to civil society, to us as humanity as a whole An agenda to take us forward into this century And then, in Paris, at the end of last year, the Conference of Parties to the Framework Convention on Climate Change met for the 21st time and adopted the Paris Agreement Finally, after 21 years of international negotiation, the climate change process came of age and adopted an international agreement to address the global challenge of climate change And it's been a very, very long struggle since the original Earth Conference in 1992 And now comes the time to implement And that implementation is not easy The global economy is not in a rosy state Low oil prices are attractive for some but frustrate innovation in other areas Investors are hesitant to put their money into new technologies Uncertain where the economy will go And uncertain about the investment climate that policy makers are actually going to provide To make it possible to go green To take that new direction And it is on these very challenging questions that this summit is going to focus And let me make a brief advertisement for two sessions which I will have the privilege of facilitating over the coming days The first one is going to happen this afternoon And will focus on the challenge of mobilizing more finance for green growth I fundamentally do not believe that that challenge is about putting more money on the table Huge commitments, financial commitments were made in the context of the Paris Climate Change Conference Not just by the public sector, but by the private sector as well In Europe, to some extent in the United States We are seeing interest rates at a low level that we have never seen before And that is driving pension funds, investors to move away from government bonds To find new areas to invest And many of the developments that we are seeing for example around renewable energy Are excellent alternatives for investors for pension funds To invest in a stable and sustainable future So how can we draw more finance into the market Rather than put more capital on the table And the answer to that question to my mind lies in three areas The first question is what can we do What can you do to reduce risk What can we do to reduce the risk around innovation Around green, around taking new directions And many of the answers to those risk related questions Will need to come from government Will need to come from policy makers That provide the stable investment environment That makes it possible for the private sector to go green So what can we do to reduce risk is the first question The second question is what can we do to change the reward equation How can we define innovative financial solutions That draw green investments into the market In Dubai we've seen excellent examples of long term power purchasing agreements That make it possible for the private sector to invest in solar What is the future of blended finance? Can we mix public capital with private capital? Can the international development banks Including some of the new ones that have been created Blend their finance with conventional financial institutions? So what can we do to enhance the reward equation Around sustainability, around green and around renewables? And thirdly, what can we do, what can you do To take investments in green and sustainability to scale? Many of the bankers that I have spoken to Over the past four or five years Have told me That any project smaller than $50 million Is not really interesting for them to get involved in Because the project is too complicated The risk is too high The transaction cost equation is just not right But many of the countries Especially many of the developing countries That need support to go in that greener direction Have projects that are significantly smaller than $50 million So how can we take projects to scale? How can we bundle projects, for example Off-grid, decentralized renewable energy Into larger projects that do meet the criteria of investors? So that session this afternoon Will focus on drawing finance into the market What are the examples from Dubai? What are the examples from Saudi Arabia? What new financial instruments are being developed? What can we do to alter the equation Around risk, around rate of return And around size of market? The second panel I have the pleasure to facilitate tomorrow Will take that debate on finance And try and apply it to the political debate Tomorrow there will be discussion On the next phase in the international climate change negotiations After that breathtaking breakthrough in Paris last year How do we actually come to implementation? How do we deliver on the commitments that were made in Paris last year? And what is the role of the private sector in that context? What is the role of public-private partnerships? How can practitioners on the ground like you Contribute in terms of giving meaning to the global consensus That was reached last year? Those are just some of the interesting sessions That will happen over the coming days In this fascinating summit Which is all about taking political commitment To real action on the ground What is the way forward? There is a saying in the English language That where there is a will, there is a way And that is undoubtedly true But it's also fair to say, I believe That where there is a way, there is a will So where there is a will, there is a way And where there is a way, there is a will What do I mean? What I mean is that it is very difficult To transform the global economy The way in which we do business The way in which we run society Purely based on good intentions We need to have the way shown to us We need to show ourselves the way We need to show the business opportunities The business case around taking a different sense of direction And in that context, I believe this summit Can focus on three critical questions Of course, we need to address sustainability From the perspective of planetary priorities From the perspective of preserving what we have From future generations But in my experience To have a meaningful conversation With business people That want to see their businesses grow, prosper And survive in a more sustainable direction Three critical questions need to be answered The first question is What real possibilities are there To be sustainable And grow your business Grow your country Grow your economy At the same time How does innovation represent a pathway towards prosperity? And we are seeing already many examples out there In the private sector Of corporates that are growing their business Through innovation By putting new products and services into the market That respond to the sustainability challenge But at the same time Improve the profitability of the business So how can sustainability contribute to growth? The second question any business leader will want an answer to Is how can acting on sustainability Alter the cost equation of a company? If you act to conserve energy If you act to conserve water If you act to manage your supply chains better If you act to avoid waste How can that actually enhance the cost effectiveness of your company? Or of your country for that matter And the third question to my mind Is the question How is sustainability linked to the value of your brand? If you treat your workers badly If you do not respect the environment If you are wasteful in your business practices If you cause massive accidents This is bad for your brand value It is bad for your reputation in the marketplace And it is bad for your share value If you are listed on the stock exchange So let's see if we can use this green economy summit To focus more of the debate On the question of how can sustainability From a business leader's perspective Contribute to growth To cost efficiency And to the enhancement of brand value I have a favorite philosopher And my favorite philosopher is Kermit the Frog You've probably seen him on television About this big and very green And being green, his statement is Because it's not easy being green Very correct The message that I would like to leave you with Is that although it might not be easy to be green It's worth the effort And we are seeing already a world in which being green In which responding to the sustainability challenges Is paying off Is allowing us to grow businesses While creating a better world at the same time And I very much look forward with you To these two days of discussion To see how we can take that agenda forward In very practical ways So that when the politicians meet again In Marrakesh For the 22nd round Of the climate change negotiations We, you, can offer some practical solutions On how to take the green economy forward Thank you My name is Kareem I welcome Sayyid Ikon Founder Ikon Lights in Africa Please welcome to the stage As-Salaamu alaikum How are you guys doing today? Well it's always a pleasure To come to the Middle East It's one of the things that I like to brag about As I travel around the world How amazing this place is That I describe heaven on earth And to be in a good position now To be very successful in my energy projects in Africa And to be making an amazing and very, I think, Strengthly partnerships here in the Middle East For my assistance in Africa Is one of the moments that I can actually say That I can see going into the future In some very sustainable projects And very successful inshallah But more than anything With the Ikon Lighting Africa I just wanted to kind of share some visions with you For those who might have seen us But not quite sure exactly what we do And why we do it Ultimately the goal is to empower the people of Africa And utilize energy as a way of developing Africa We feel that the lack of energy in Africa Is the reason why the development Hasn't moved in the pace of the rest of the outside worlds And, you know, be it of course There may be some political attachments to certain things And, you know, lack of certain things from leaders in certain parts I feel like everywhere you go in the world There's going to be issues that just need to be dissolved And conversations that need to be had To where everyone can be all on the same page To create the solution In Africa particularly We feel that energy is what's stagnating the growth And when you look out in the rural areas The heartbeat of the real African people When you fly across Africa In the nighttime It's straight darkness And you may see one or two specks of light And that may be the small cities that actually has electrification But ultimately to extend a grid like that in the far rural areas Will cost billions and billions of dollars That certain African governments just don't have So me and my partners Samba Bachili and Sean Young Came together a couple years ago To create a solar initiative for Africa Because we know that Africa's sun is the biggest resource that we have You can never run out of sun in Africa So we felt like let the sun become our ally And let that become the blessing that we can utilize To bring energy into these parts where people really need them So we started our solar initiative And named it Akon Lighting Africa Which is funded Which is funded and sponsored by a company that we all own Called Selectra International Now the purpose of creating a movement Was to market and promote what we were doing Because we knew that as many people as we could get to see And hear what we're doing in Africa There's a lot of people that want to do things in Africa But just don't have the right, you know, vehicle to go into the country So I utilized myself as the primary token Or mascot as you can say To say listen, African business is wide open This is an area of business that can be very profitable But not only profitable But it can help millions and millions of people So how do we do that? So our first goal was to do a million homes in that one year Everyone looked at it as something very ambitious that couldn't happen But as you know, as businessmen When you bring a certain type of business to a country Or an area that don't exist It's going to build very, very fast That million turned in three years into 15 countries So we went from electrifying a million homes To now in 15 countries throughout Africa in only three years And that gave us the confidence that we needed to say You know what? We can do 48 countries within 2020 And we really believed that we could do it And that's one of the main reasons why we're in areas like the Middle East Because we know you guys have the capability The vision to create such an ambitious plan When you look at where Dubai was 15, 20 years ago That shows that it could be done And that shows with the right minds, right leaders, right people And everybody thinking for the future to better their economy Better their, you know, way of life And want to better the future That it can happen if you all work together with a mind state That all see in the same path, the same direction And ultimately what we ask today is that thought and that vision To be able to help the African people develop that But with the unity of all Because it's not just Africans that I feel is going to be Who take Africa to the next level Because Africa, as you know, is supplying the whole world So I believe that it's the whole world's responsibility To now supply for Africa Not aid it though Because I don't think when you're aiding Or when you're giving necessarily means empowering Empowering comes from allowing people to be in a position to do for themselves And every African is very capable One of the smartest people in the world The only thing that we lack is resources And I think that, of course, the unity itself could be stronger Within all of us as people To take it to that next level So, when we move forward Think of the opportunities And think of the future of what that could become With that partnership You know, ultimately, when I met Samba I had no No kind of intuition of what energy was No experience of energy I came from the entertainment field So, coming into the energy field I had to learn quick I had to figure it all out overnight You know, of course it was one of many challenges But, a little bit of focus And dedication When you're forced to learn quick, you do it It's like survival It's an instinct that kicks in immediately And as I move around I start to see how it all plays from a role of politics And how it all plays from a role of this basic everyday lifestyle Of the norm people And how things move And how economies are built It gives me a better understanding of what it takes now To actually create something that impacts the world And ultimately, when you do it You do it for passion in the beginning But then, when you start to see how it affects people And how it gravitates And how it rules other opportunities And create bigger moments for people's lives To be able to reflect on in the future It motivates you to want to do more So now, this became a passion to my responsibility And my responsibility is to see Africa develop before that day goes When my name is mentioned And they no longer see that name Akon As someone that just was known for singing and dancing I want to be known for not only singing and dancing But also creating opportunities for a continent of people That could say I had something to do with their lives being better for themselves And for their family moving forward in the future as well This is an idea that we came with From the aspect of the challenges that we had to face While coming up with these concepts in Africa You know, ultimately the biggest challenge we faced was The conversation we had to have with the leaders To really trust the younger generation to develop that And I think this is going to be a huge ideal And something for you guys to take on as you move forward Because as I came in and see all these students They have a brain that kind of extends in a big way And very creative So the aspect of us coming in a very creative way To move things forward Is going to be the key to developing the rest of the world And educate the youth to be a part of that development With that being said I would like to thank everybody here for having me And would like to move forward with the program Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Welcome to the World Green Economy Summit Hi, my dear everyone Mr. Long live by the city Mr. Long live from the world You, Mr. Long live from the world Please the Craigslist Mr. Long live from all women Listen to our leaders The rich people Mr. Long live from the world The nitrogen and the peace Mr. Long live from us Mr. Long live from the world The challenge The challenge The challenge That's Nimove Theанный To the North متابعة طيبة بعد أن ازدادت حرارة الأرض بمقدار واحد وثلاثة عشر الدرجة المئوية عما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر وارتفاع منسوب مياه المحيطات بمستوى قياسي بلغ سبعين مليمتراً عن مستواه في عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين وبينما لا يزال أكثر من مليار إنسان في العالم يعيشون من دون كهرباء أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات المصيرية جنباً إلى جنب مع استحداث الحلول المبتكرة والأساليب الإبداعية وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي حملت على عاتقها مسألة مكافحة تغير مناخ الأرض وعززت إمارة دبي مسيرتها في الاستذامة واستشراف المستقبل بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة اقتصاد أخضر بتنمية مستدامة كإحدى أهم إنجازات رؤية الإمارات 2021 فضلاً عن اليوم العالمي للطاقة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله ووقعه ممثلون عن 54 دولة من مختلف أنحاء العالم واليوم نضع أيدينا بأيديكم لحماية مستقبل أكثر من 7 مليارات إنسان وهذا ما دفعنا إلى استضافة أكثر من 60 دولة بدعم من الأمم المتحدة لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية تحت شعار واحد دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمواجهة تحديات التغير المناخي ودفع مسيرة التنمية من خلال تفعيل التزامات المؤتمرات السابقة دعم اتفاق الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بهدف وضع حد لارتفاع متوسط درجات الحرارة كي لا يتجاوز درجتين مئويتين مع مواصلة الجهود لخفض الحد الأقصى بمقدار درجة ونصف مئوية حققت القمة مسابقة نجاحات غير مسبوقة حيث أصبحت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لاستعراض أفضل الممارسات الصديقة للبيئة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر من خلال وضع التشريعات لجذب الاستثمارات الخضراء إقامة الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص إنشاء صندوق دبي الأخضر لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة بأكثر من 27 مليار دولار في إطار التزام دبي بمواصلة سعيها ودعمها لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة لاقتصاد أخضر كما وضع الدبي استراتيجيات وخطة واضحة لدعم مواجهة التغيرات المناخية انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء فضلاً عن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة لتصل إلى 7% بحلول 2020 وخمسة وعشرين بالمئة بحلول 2030 وخمسة وسبعين بالمئة بحلول عام 2050 ما يرشح دبي لتكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم وحيث تنفذ دبي وجمع محمد بن راشد المفتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد سجلت مشاريع المجمع أرقاماً قياسية عالمية في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهوضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص كما سيضم المجمع مركزاً للابتكار ومركز البحوث والتطوير ومركزاً لاختبارات الطاقة الشمسية ومرافق تعليمية وتدريبية إلى جانب ذلك أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2020 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لتخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030 إطلاق مبادرة شمس دبي التي تسعى إلى تركيب ألواح شمسية على سطح كل مبنى ومنزل في المدينة لتركيب أصمة عالمية مشرقة بأقل نسبة كربون ممكنة كل ذلك مجرد بداية فالخطوات التي نحن عازمون على اتخاذها ستكون أكبر وأكثر تأثيراً في المستقبل فهدفنا أن تصبح دبي عاصمة المستقبل للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر أهلاً بكم في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهلاً بكم في دبي والآن مع كلمة سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بسيدي صاحب السمو الذي شرفنا اليوم بحضوره ورعايته الكريمة لافتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر والتي تقام تماشياً مع التوجهات الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله وتوجهاتكم سيدي صاحب السمو تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 تحت رعايتكم الكريمة حيث شكلت رؤيتكم الثاقبة خارطة طريق لنا ونبراساً نهتدي به في مسيرة عملنا ومبادراتنا الطموحة ومشاريعنا التطورية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 بهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وفي ظل توجيهاتكم السديدة تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر شعاراً جديداً هو دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق أعلى معايير كفاة الطاقة وزيادة إسهام الطاقة المتجددة من أجل خدمة كافة الأمم والشعوب ومواكبة الموارسات المستدامة المتبعة عالمياً سيدي صاحب السمو السادة الحضور لقد نجحت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إرساء منصة عالمية تجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء والمتخصصين وقادة الأعمال وغيرهم من المهتمين في مجال الاقتصاد الأخضر لإبرام شركات عالمية ووضع وتسهيل مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير مبادرات خضراء ليس في دبي حسب بل في جميع أنحاء العالم يركز برنامج القمة على مدار اليومين المقبلين من خلال النقاشات والجلسات على دعم قومات الاقتصاد الأخضر عالمي مع تسليط الضوء على الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية لدعم التنمية المستدامة وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى تحقيق بيئة صحية ومستدامة ونظيفة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقتموها سيدي صاحب السمو في العام الماضي لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتأمين 7% من إجمال الطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 20-20 و25% في العام 20-30 و75% بحلول 2050 مدعومة باستثمارات تصل لحوالي 13 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة عبر مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد وبقدرة تاجية تصل إلى 5000 ميجاوات في عام 20-30 سيد صاحب السمو الحضور الكرام تأتي جهودنا العالمية في مجال دعم الاقتصاد الأخضر ترجمة عملية على أرض الواقع للخطوات الحثيثة التي تبدلها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال والتي تميزت بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون حيث شكل الاتفاق التاريخي لمكافأة التغير المناخي والذي توصل إليه في قمة باريس للمناخ في عام 2015 مثالاً واضحاً للإتزام العالمي في العام الماضي والمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عام من بدء مفاوضات الأمم المتحدة أعلنت 186 دولة من أصل 195 دولة مشاركة في القمة عن إجراءات الحد من انبعاثات الغازات الدفية المكافحة ظاهرة التغير المناخي مع وضع هدف عالمي لتخفيض الاحتباس الحلاري والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وبقاها دون درجتين مئويتين ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند الدرجة ونصف الدرجة مئوية وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور هام في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس من خلال تقديم التزامها الوطني لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي هو ما يأكد جدية التزامها بالتعامل مع قضية التغير المناخي كما وضعت دولة الإمارات نصب عيونها تحقيق أهداف خطة تنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة حيث ستعمل خلال السنوات الخمس عشر المقبلة على حشد الجهود للقضاء على الفغر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المسواة ومعالجة تغير المناخ الحضور الكرام إن النجاحات التي تحققت في الدورتين السابقتين من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تجعلنا أكثر إصراراً والتزاماً للتحقيق هدفنا في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر حيث تتبنى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 أهدافاً استراتيجية تأتي مكملة للإلتزامات الرئيسية التي تضمنها إعلان دبي عام 2015 وأهمها الإسهام في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة تسليط الضوء على مسائل هامة منها الطاقة المضيفة الصندوق الأخضر للإستمار وتطوير منطقة متخصصة لأعمال الخضراء تعزيز مكانة القمة كمنصة متخصصة ورائدة للاقتصاد الأخضر واستكمالاً لتلك الجهود ستقوم إمارة دبي بتنظيم أحد أكثر المعارض أخضراراً في العالم من خلال استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 ختاماً أتوجه بجزيل الشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاكم الله لتشريفكم وحضوركم ورعايتكم الكريمة لافتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر وإلى جميع الحضور مشاركتكم في القمة والتي سيتمخب عنها العديد من نقاط العمل الرئيسية والأهداف المشتركة وإننا نقدر أهمية الجهود المبذولة من جميع المشاركين في فعاليات القمة على مدار يومين المقبلين لتحقيق أهدافنا المشتركة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وكلنا أمل في أن تكون أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مطمرة وبناءة وذات مردود فعال وبناء على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً سعادة سعيد محمد الطاير على هذه الكلمة القيمة والآن يسرني دعوة سعادة هيلين كلار كمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإلقاء كلمتها فلتتفضل مشكورة سعيد المكتوم بحضر في مجموعة عزيز سعيد المكتوم بحضر في سعيد المكتوم بحضر في دعوانه For bringing together this annual forum of Public and Private Sector Leaders To help chart the course towards the new Green Economy And the United Nations Development Programme is pleased to have been An Institutional Partner of the Summit from the very beginning Because we see this World Green Economy Summit As being very well placed to be a long-term Development Platform and to establish Dubai as the capital of the green economy in line with UAE's Vision 2021 to ensure sustainable development while preserving the environment and achieving a perfect balance between economic and social development. At UNDP we're committed to supporting the realisation of this UAE Vision and to advancing the green economy agenda around our world. Already in speeches this morning we've heard reference to the great significance of last year, 2015, as a landmark year for sustainable development. It was in September that world leaders agreed on the transformative 2030 agenda and the 17 sustainable development goals. And then in Paris in December, COP21, we had the Paris Agreement on Climate Change. These two global agreements are so closely linked. In tackling climate change and achieving the SDGs, we must see these as twin agendas. Among other things, we cannot ensure food security in our world without protecting food production from a volatile and unpredictable climate. We won't have sustainable communities without protecting our infrastructure from the extremes of weather. And we can't safeguard our public health without addressing the new threats which come with global warming. The economic, the social and the environmental risks of not fully implementing the Paris Climate Change Agreement would be horrible. So there can only be full implementation and plan A. Taking forward the Paris Agreement, we see it as both a signal and a roadmap. A signal to the world that practices like deforestation and unsustainable energy use can't continue. And a roadmap towards the ultimate goal of the green economy, the zero-carbon, climate-resilient and sustainable future. Overall, if successfully implemented, the implications of the Paris Agreement for sustainable development will be profound and they will be transformative. So it's very encouraging to see the unprecedented momentum around this climate change agreement coming into force. There was a clear threshold for the agreement to be reached. 55 countries representing 55% of global emissions must ratify it. With India's ratification last Sunday, we now have 62 countries representing 52% of global emissions bringing forward their instruments of ratification. And with the very encouraging news from the European Parliament today, I think we really can see now the Paris Agreement coming into force years ahead of schedule, and we hope later this year. Our next milestone on the climate change journey will be at COP22 in Marrakesh in November. Seen as the COP for action, COP22 in Morocco must build on Paris with an emphasis on implementation. Implementation is very much about the things we discuss at this summit and what we see on display throughout the exposition outside. And countries will need now to work on how to achieve their nationally determined contributions that they made prior to Paris, so that we can accelerate climate action in every country on earth. We know that our hosts here, UAE, and the COP host, Morocco, are undertaking practical steps to this end. And we congratulate UAE, where a record was set this year for the world's cheapest solar power price bid, related to the next phase of this extraordinary Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, which, when it becomes operational, will be the largest single-site solar project anywhere in the world. Congratulations UAE! And also, we see the significant efforts in Morocco, exemplified earlier this year with the inauguration of the first phase of the newer project, which, when fully functional, will become the world's largest concentrated solar facility. For UNDP, very committed to supporting countries around the world on climate action. Our work globally ensures support to protect forests, promote renewable energy and energy efficiency, increase climate resilience, reduce risk from those adverse weather events, and advance green, low emission, and sustainable growth. We have many examples of such work from around the world. And specifically on scaling up implementation of the Paris Agreement, we are working with so many countries on actioning those nationally determined contributions, helping many countries to identify and attract the public and the private finance they will need for zero-carbon climate resilient development. We will work with all partners – governments, private sector, academia, civil society. We believe strong partnerships are going to be critical to building the green economy the world needs. In conclusion, Your Highness, we have the global agreements and policy frameworks. We have the vision for a green and sustainable world. Now we must take the concrete steps. And we truly salute the visionary leadership being shown here in UAE to be a world leader, a thought leader, an action leader in putting this vision and these ideals into effect. Thank you very much. Thank you. Back Aryan Clarke Please thank God. Now call everyone صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله يرافقه كل من سعادة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم الانتحدة الإنمائي وسعادة سعيد محمد الطائر رئيس القمة لإطلاق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والتي تعد المنصة العالمية الأولى من نوعها في الاقتصاد الأخضر كمنظمة دولية جديدة ورائدة مقرها في دبي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اشتركوا في القناة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله على تشريفه ورعايته لهذا الحدث الهام وإلى أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم على تشريفهم لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر